نفس القصة يا شباب ونفس الهرجة الشرقاوي الشرقاوي اللي مخليني أنا هذا الزعيم حقهم دا هذا الشرقاوي هذا حبيب قديم هذا والله حبيب قديم يا أخواني لكن برضو خلينا نوريكم لأني أنا يا ما تكلمت عليه أثناء الجلسة وتعمدت الحديث عنه كثيرا شوفوا رأي الشرقاوي فين واقف ابن اللذين آه يا جماعة شوفوا المنطقة دي منطقة ما هي عادية لا سمح الله نروح 75 ولا نروح 177 145 نفس الحكاية ما في شيء أكيد إلى الآن السهم الآن عنده محفز عنده محفز اللي هو طالب اكتتاب ورفع راس المال وتفرجوا لي على المنظر القناة دي هذه القناة منذ أن كسرها ما رجع فوقها لكن شوفوا كيف حيرجع فوقها وشوفوا لو أغلق فوق المية وأربعة عشر 279.80 وهذا القاعد شوفوا أتخيل تابوك الشرقاوي يقفل ويخترق هكذا أكتر من مرة ذكرت أنه لا يوجد إغلاق شهل منذ عام 2014 أعلى من المية وأربعة عشرين علما أنه سجل في يوم من الأيام مضاربية مية في 2014 مية وسبعة وثلاثين خمسة وسبعين وسجل في عام الفين وواحد وعشرين مية وخمسة عفوا وسجل في عام الفين وواحد وعشرين مية وخمسة وعشرين لكن شوفوا المنطقة دي منطقة استراتيجية شوف كم مرة رجعت راعي الشرقاوي في عملية جني أربح حتى في شهر أوغسط هذا لما كسر مية وسبعة رميته في وجه وكنت خايف لكن نشوف نجح في العودة من قاع شهر خمسة اتنين وتسعين ريال هو ارتد من مناطق اربعة وتسعين يعني سوى لي هنا دعم من الدعومة الجيدة اتنين وتسعين ريال وهي لما جيت نظرت لها تاريخيا طلعت قمة سابقة كانت في 2011 وكانت قمم لو تلاحظوا في عام 2017 فرعية فهذا خط ثار أحمر بالنسبة لي للمستقبل فلا قدر الله لو عاد مستقبلا الشرقية مثلا وكسر اتنين وتسعين كيف تقبل على نفسك يكسر منطقة زي هذه استراتيجيا لأنه لو كسرها شوفوا المسافة كيف حينهار السهم بقوة ويوديك إلى 75 ريال وانت تضحك شايفين الزراعيات كيف متشابهين واقفين في مناطق من تداري هي الهرجة فوق ولا تعد ما فيه الفيلم اللعب في لعب إلى الآن الأصل هو الصعود يعني لو سوقنا عد 11530 لو قلب أمه شمنكحلي واستمرت الطفرة وحصلت الاختراقات دي حنتفرج على فيلم رهي ممكن الخشاش يعد ذكريات الموجة الأولانية حدتنا يتقدم طبعا ثم بعد ذلك تأتي الشركات الرئيسية تطلع شوية شوية فهدول بصراحة يعني اللعبة فيهم لعبة فيها مخاطر كبيرة جدا لذلك نحن بنحاول نفك الطلاسي من الآن ونبين للناس اللي الله وفقه وكسب خير ونعم بس انتبهوا تحفظوا هذه الأرقام جيدا حتى لا تتعلقون تعليقات رهيبة يصير أسمح الله يدخل السوق في تصحيح وتتعلقوا بعدها يجي السوق يطلع بعد فترة من الزمن وإنتوا قاعدين تعانوا مما حصل الأيام دي تبغت تشتغل مزبوط راقب الآن المناطق اللي منها مصدر القوة في الإغلاقات في كذا وإن شاء الله ربي يكتب لنا يكتب لكم التوفيق فالشرقاوي يعني أنا كمان من الصعب أني أجي أقول لكم الآن والله إذا ما دام لا يكسر 92 بعيد 92 أنت تتكلم عن أكتر من 15% أنا أقول الآن الشرقاوي في عنده دعم مهم 107 أو 103 104 شايفين المتوسطات هذه اللي اليومي ترى شوفوا في فجوة هنا لا يرجع الشرقاوي بعد ما وصل شوفوا هنا وصل عند المنطقة دي وطاح وصل عند المنطقة دي وطاح لا يرجع الشرقاوي يكسر المية وثلاثة المتوسطات الثلاثة مرة تانية أخاف المرة الجاية يجي نازل فيكسر فيروح كده لأنك إنت لو جيت تبقى تحسبها على مبدأ القناة هيشوف المنظر المنظر الآن المزعج لو جيت سويت كده مثلا شايف وجيت رسمت قناة كده شوف القناة بعيدة يوديك 85 ممكن نحرب فيك إلى دور تاني يوديك هنا 75 يعني نحن في مرحلة تصحيح ترى مجرمين هذه الآسة قد ما هي حلوة في الصعود قد ما هي شلسة في الهبوط وضعت الفكرة فنحن الآن نعتبر أن المية وثلاثة مية واربعة متوسطات الأيام دي معقولة ستة ريال خمسة ريال يتحملها المضارك لا سمح الله أما أكتر من كده لا بعيدة 92 وهذه اللي عليها الكلام الكبير للناس اللي عندهم بعد نظر خلاص قاء شهر ثمانية دام ما هو لعبة تنزل عنده تكسر ولا سمح الله في يوم من الأيام في هذا نقول إن شاء الله ربي يكرمنا ويرزق ملاك الشرقاوي وتحصل المفاجأة الكبيرة وإن شاء الله الشرقاوي هو اللي يجر الزراعيات معه فيختحم بحول الله مية واربعة عشر عشرين وتبدأ الحفلة حقة الزراعيات ويكون هو سببها إن شاء الله تعالى بولويا عرب